إذا أردت أن تعرف ما هي الاستراتيجية العسكرية الروسية في سوريا اتبع هذا الخط إنه الأوتوستراد الواصل جنوب سوريا بشمالها وعلى هذا الخط والقرى المحيطة به تركز روسيا ضرباتها جواً ويحاول النظام وحلفائه التقدم براً لتأمين خط متواصل من درعة إلى حلب نبدأ من محافظة درعة وهذه بلدة الشيخ مسكين القريبة من أوتوستراد درعة دمشق وقد شكلت هدفاً استراتيجياً لضربات روسيا ما مكن النظام وحلفائه من التقدم على هذه الجبهة وفي محافظة دمشق حيث الغوطة هي التهديد الأبرز حالياً لأوتوستراد دمشق حمص يضاعف الطيران الروسي قصفه والجيش السوري محاولاته للتقدم وعلى أوتوستراد دمشق حمص أيضاً تقع بلدتاء الرستان وتلبيسة المتبقيتان بيد المعارضة في محافظة حمص وقد تمكن النظام بضغط جوي روسي من التقدم في محيطهما وفرض شبه حصار عليهما نتابع من حمص إلى إدلب فعلى هذا الخط يستهدف الروس معرة النعمان بشراسة وهذه البلدة تعتبر من أبرز عقد النظام على الأوتوستراد الواصل من حمص إلى إدلب ومن إدلب إلى حلب يمكن فهم شراسة المعركة التي يخضها النظام وحلفائه في ريف حلب الجنوبي بضغط جوي روسي للوصول إلى أوتوستراد إدلب حلب إذن على طول هذا الأوتوستراد الدولي الرابط بين مناطق سيطرة النظام من الشمال إلى الجنوب تتركز الحرب الجوية والبرية التي يخضها النظام وحلفائه وهم حققوا تقدما باتجاه تحقيق هذا الهدف ولم يترددوا باستهداف أي فصيل يقف عقبة في وجه تأمين هذا الأوتوستراد أكان مصنفا إرهابيا أو غير إرهابي